وصفة البخل مش هنعيد الكلام بس انا هنكلم في فترة الخطوبة بقى نوبكوا سواب فترة الخطوبة وعدم المعرفة او الجهل اللي بيبقى سواء من المخطوبة او من الخاطب الاثنين بسبب الامر ده ان هم مش وغدين بلو مشكلة كتير جدا جدا منكم بيشوفوها سهلة وممكن تتعالج لكن للاسف تبعاتها خطيرة جدا جدا وبتسبب اما كره بين الزوجين بعد كده لو تم جواز او لانفصال اصلا الصفة دي من الصفات المزمومة تمام اما تيجي بنته عالسولة كده ومخطوبة وخلاص بتحضر عشان تتجوز وتحب خطيبها وكل حاجة وبتدت تتعامل معاه ويخرجه عشان يشتروا لوازم الفرح وده كان السؤال وانا حقرأ اجاباتكو دلوقتي لاحظت انه ماسك في الفلوس شوية ده كلامها ومش بيصرف وبخيل سألتها هل هو حريص يعني بس علشان خاطر معاه جمعية وعلى قد فلوس الجمعية فهيشتري الجهاز او اللي هي دوبك على قد الحاجة اللي هيشتريها ولا ايش رحيلي قالتلي لأ احنا بضلنا من الصبح باللف 12 ساعة لحد بعد العشاء ولا اكلني ولا جاب لي لقمة ولا حتى ازازة مية ولا عصير وتعبت جدا جدا وكمان ركبني مواصلات زحمة جدا جدا وكت عموت وهفتس من الخنقة فروحت متضايقة منه جدا وقعدت افكر من يوم بقى ما هم يعني ما دخل البيت وهكذا من يوم ما جه لحد دلوقتي هو كان كده فعلا ولا علشان ظروف ضغطة الدخلة والزواج وكده فهو ماسك شوية فبتقول افتكرت ما وخيف وانا هحكوه لكم ان والدته جات له مرة زيارة بالليل وتأخرت شوية وهو سبها تروح لوحدها سب والدته تروح ودها مواصلات بدون ما ياخدها بتقول وده خوفني جدا جدا بتقول انا دلوقتي طلبة فسخ الخطوبة بس هي بالفعل فسخت وطبعا انا كان ردي عليها مش الفسخ وكان ردي عليها وجوبتها بالقاتي لازم نفرق الاول تعالوا بقى يا بنات قبل ما اقول لكم الحل والرد والكلام ده ونقص الموضوع ده شارع عشان نتكلم برضو يعني ايه العرف واش الشرع وايه العقل وإيه اللي النفسية تتقبله وإيه اللي النفسية لا تتقبله لازم نفرق ما بين الكلام ده ما بين حالتين انه فعلا بخيل وماسك وجلده بقى والكلام ده ومش همه يعني 12 ساعة لف مش همه الكلام ده على رجليكم عشان يشتري اصلا مستلزمة شقة الزوجها بتاعكم وبين انه قليل الخبرة في امر يعني مثلا مالوش خبرة مثلا من ضمن التعلاقات اللي تقول ده صحيح من ضمن التعلاقات انه هو ممكن يكون مالوش علاقة واحد محترم مالوش علاقة بالبنات وملتزم واول علاقة ببنته هو كان المخطوبة اللي خطابها ديت فمش فاهم ما عندوش خبرة في الكلام ده فلازم افرق ما بين هو بخيل فعلا ولا حريص ولا مالوش خبرة ولا هو رافض انه هو يكرمك على الامر ده وعلى الاقل كان العصير وبسكوت يعني عشان عرف ادفع عنك انا مش هارف ادفع عنك بالمشكلة دي حتى ولو سندودش مش غالي يعني اي حاجة عايز اقولوكم اسامي المحلات اسامي المحلات بس اسبروا علي علشان انا بشرح كل حاجة فما تجروش معي اسبروا علي او انه سندودش يكون حتى تمنه مش غالي وهو يجبولها بس ما يعديش الاثناشر ساعة كده النقطة اللي هي زودت عليها زودت ان فيه وسيلة نقل مش مريحة فيها بهدلة ومواصلة لمواصلة وزحمة وزنقة واجابة الامر دوت ما بتبقاش واحدة على كل المستويات بتختلف من وسط لوسط من وسط اجتماعي لوسط اجتماعي سألتها واي حد حد بيجيلو يسألو كلام ويسألو الحاجات اللي انا بقولوكم عليها ديت عشان ما نقعش في غلط وننصح بالغلط سألتها عن حالها في بيتها ازاي بتتنقل ازاي يعني لو زي معظمنا كده متعودين على المشروع والمترو والوتوبيس ومش عارفة بنرد ومش فارق معانا الدنيا تمام يبقى خلاص تمام يكفي انه كان معاها وحميها والكلام ده من الناس لكن لو هي زي ما حكاتلي انها مش بتركب مواصلات زحمة ده انها ممكن تحجز وتاخد كرسي كمان جنبها هنا ولو هي حد عشان ما يبقاش في حد مدقيقها جنبها وبتحجز وتنقلتها بتبقى مرتاحة تماما يبقى هنا واجب عليه انه زي ما هي بتبقى عايشة وزي ما هي كده يعايشها في نفس الامر او يكفيها الامر ده او هي تقوله صراحة التنبيه مهم جدا جدا في النقطة دي ليه؟ لانه ممكن يكون مش وقت بياله اصلا ممكن يكون زي يعني كتير جدا مش في دماغه النقطة دي زي هنا زي الشباب ونقطات تبخرج مع الشباب والحاجات دي فبيروح من هنا لهنا فبش فارق معي اما نقطة الاكل دي يعني انا حاولت ده بقى حاولة يعني اجيب اي نقطة واي مخرج واي جنب ادفع عنك صراحة نقطة الاكل دي ازاست الميا يا عم الحاجة ازاست الميا دي نقطة يعني ماينفعش ان احنا نتغافلها لكن اسمعوا مبنيش عليها القرار دلوقتي لازم يبقى فيه مرة ومرة واشوف حلو ايه وحتى الجهاز اللي بيجيبه ده شكله ايه وحلو معاك يا عمي دخل البيت ازاي وهنقوله النهاردة نقاط مهمة ارجوكم البنات اسمعوني عشان ده سؤال القرار